خليني أبدأ معاك إريض بعض فقرات ومواد الدستور كي نتذكرها معا ونتذكرها سنويا سويا وبعدين نتدارس مع بعض بقى كل مع قلبه وعقله ووجدانه هل هذا الدستور نراه مطبقا منفزا على أرض الواقع أم أننا يعني بصدد النداء والاستغاثة والاستنجاد أو التأكيد والإلحاح أو الإصرار والعزم أو الإرادة والعزيمة على أنه يطبق كاملا يعني في الفصل الثاني من الدستور المقومات الاقتصادية مادة 27 يهدف النظام الاقتصادي احنا بحسة مطلعة على فكرة يعني وحسة المطلعة دي كانت موجودة يعني هو كان الأول اسمه المطلعة الرشيدة كتاب القراءة والنصوص والاطلاع دي حاجة مهمة للغاية ويقاعة للطلاع فأرجو أنه يكون يعني على الأقل جزء من اهتمامنا وأهم وعني وانشغالنا في مدرسنا أنه الطلبة يقرأ الدستور أنه يبقى في حصة عن الدستور كل أسبوع مثلا أنه يبقى متداول بنا في الإعلام وفي يعني الوسائط الإعلام المختلف أنه مجلس النوابي يفكر بعضه بالدستور كده ونعمل حصة مطلعة طول الوقت للدستور الشهرية بقى كل شهرين وكل أسبوعين إذا فيه طول الوقت مطالعة للدستور لأن مطالعة الدستور هي قراءة للواقع هي إدراك أين نقف هل إحنا في الطريق السليم الصحيح؟ هل إحنا على الطريق السليم الصحيح؟ هل نعطي وجوهنا إلى الطريق الصحيح أم ظهورنا؟ يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع المعدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة قد بلك أنه هنا طول الوقت نادج القومي الإجمالي لسه تعبير القومي موجود في الدستور وموجود فيه مصطلحتنا الاقتصادي ما خلناش الوطني زحية المنتخب القومي بقى المنتخب الوطني فلسه القومي هنا تعبير عن قومي المصرية وجماع الوطن ومجموع الوطن المصري بما يكفر رفع المعدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص التوزيع العادل لعوائد التنمية تقليل الفوارق بين الدخول الالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون مادة 28 العنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجازب للاستثمار وتعمل على زيادة الانتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد وتولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر في كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله مادة 34 للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون مادة 35 الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون مادة 36 تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع مادة 37 الملكية التعاونية مصونة وتراع دولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها ولا يجوز حلها حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي لا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي مادة 38 يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعدلها أو إلغأها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكلف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحاقق الكفاءة واليسرى والإحكامة في تحصيل الضرائب ويحدد القانون الطرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأي متحصلات سياسية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة وأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة تعالي نشوف المقاومات الاقتصادية في الفصل الثالث تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الخضارية المتنوعة مادة 48 الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك وتولي اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها مادة 49 تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترممها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ويحذر إهداء مبادلة أي شيء منها مبادلة أي شيء منها والاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقاد مد خمسين تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته وكذلك الرصيد الثقافي المعاصر المعماري الأدبي والفني بمختلف تنوعاته والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر مرة أخرى نقرأ الدستور من خلال الواقع ونقرأ الواقع من خلال الدستور الباب التالت الحقوق والحريات والواجبات العامة مادة 51 الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها مادة 52 التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مادة 53 المواطنون لدى القانون سواء وهم متساون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو العاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللاذمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض مادة 54 الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصولة لا تمس وفيما عاد حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك بأسباب ذلك ويحط بحقوقه كتابة ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بزويه وبمحاميه فوراً وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محامي ندب له محامي مع توفير المساعدة اللاذمة لذوي الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة في القانون ولكل من تقيد حريته أو لغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال إسبوع من ذلك الإجراء وإلا وجب الإفراجه عنه فوراً وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محامي موكل أو منتدب مدى خمسة وخمسين كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا إكراهه ولا إزاءه ولا إزاءه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وللمتهم حق الصمت وكل شيء يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهضر ولا يعول عليه مادة ستة وخمسين السجن ضار إصلاح وتأهيل تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للقطر وينظم القانون أحكم إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم مادة سبعة وخمسين للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس والمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ولا يجوز تعطلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك مادة تمانية وخمسين للمنازل حرمة وفيها عدى حالات الخطر أو الاستغاسة لا يجوز دخولها ولا تفتشها ولا مرقبتها أو التنصط عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية التي ينص عليها ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأ مادة تسعة وخمسين الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها مادة ستين لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الإتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون مادة ستين التبرع بالأنسجة والأعضاء هيبة للحياة ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجة موافقته بموجة موافقة أو وصية مواسطقة وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون مادة ستين حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة في القانون